حضرتك لما تيجي تقولي الخلية ديت بتاخد الشمس واتنورلي بالليل لمدة 15 سنة بس غالية بس أنا ما فكرتش وما بفكرش إنها 15 سنة لأ كني بحوش فالنقطة إن هو غالية دلوقتي ما عنديش الكاشر يا منزبالي أنت حركلت لنا بمية جنيه ممكن نسحق بقى يجبها أنها أقرب عليه الخلية الشمسية دي ودكتور ساكن بيشرح لنا بيها لأ حضرتك لأ يعني أنا بس عايزة جرب دكتور سراح كان بيقول لنا قبل الهوى تقريبا كده لو الكاميرا تجيب أهي بس أنا كده من وراء لو الكاميرا جايباها من وراء دي عارفين زي يعني لما بتضلم الدنيا بتنور تنور لمدة 15 سنة نعم تنور لمدة 15 سنة لا لو شحنتها الصبح بتنور لك بالليل 5-6 ساعات يعني يا دكتور الصبح مساء أنا عايزة بسطها يعني الصبح حطها في البلكونة الله ينور عزيزة فتاخد الشمس أو في الشباك واجب الليل زي الأباجورة كده بالليل أنا هقول لحضرتك حاجة وأنا جاي في العربية كانت مش شحنة خليت السواق يحطها قدامه آه في الشمس يشحن شحنة يعني الشوية اللي فيها ده كان حاجة في الطريق بالعربية فبتتشحن بالشمس يعني إيهو؟ بصوا بتنور إزاي؟ هي أول بس ما الدنيا تضلم حواليها وديت تلغي حملية السهرية إنك إنت تولع بالليل والسيب النور مؤلع بيفضل قدقل شحنة بتاعها يعني أنا شحنتها في الشمس حطيتها فترة النهار دي كلها تفضل معي شغال قدقل على القل ست ساعات ست ساعات آه يعني ممكن طول الليل مثلا لو أنا شحنتها وقت كبير فترة النهار كلها تكمل معي لتاني يوم وحطها تاني تجاه هي عملك استخدام صح والتكلفة؟ التكلفة دي كده آه لو عايزها بمية جنيه بمية جنيه طب حلوة حضرتك حضرتك هقول حضرتك ما تقدرش تدفعها مية جنيه أنا هفترض طيب هدهلك بالتقسيد خمسة وعشرين جنيه كل شهر لا غالب النقطة المهمة قوي يا فندم إن فيه أساليب تخلينا نشجع الناس المعدمة حتى ده هو بس أي حد هيشوفها بمية جنيه طب ما أنا بدفع في اللمبة عشرين جنيه وبتستاهي بدفع لها مش بدفع عشرين جنيه بس بدفع لها كهرباء كل شهر مثلا اللمبة دي تاخد آه مثلا خمسة جنيه ولا ستة جنيه في الشهر وهكذا يعني فاللمبة مكلفة أكتر دي حاجة بتعيش ومش بتسحب كهرباء ولا أي حاجة دي حاجة زي ما حضرتك بتقولها لناس متعلمة بتفكر اقتصاديا بتفكر لقدام إنما ما بتفكرش تحت رجله دي بكام هروح أشتري بعشرين جنيه ولا هشتري بمية جنيه ولما نقيس عليها كمان مش بس الإضاءة ولا الأبازورة اللي بتتشحن بالطاقة الشمسية لكن نقيس عليها بقى استخان اللي أنا بيصرف معي كهرباء قد كده لكن إنما يبقى بالطاقة الشمسية هيوفر معي قد إيه وطاقة نظيفة يعني وبرضو سؤال يمكن حضراتكم ما سألتهوش بس أي حد من اللي لا لسه دا احنا عندنا نأسلك مشاهدين لا مش عارب النقطة إنه طيب أنا ممكن ممكن أخذ خلية شمسية زي دي تقريبا ماشي وحطها على المكتب وأنا مولى على النور ماشي بس دي بتشحن من الضق بتاع النور بتاعي هي بتشحن من أي ضق أي ضق أي ضق شمس وده النقطة المهمة قوي أنا فاكر لما دخلت القرية اللي أنا اشتغلت فيها تاقة شمسية من 1974 يمكن أبد المحردك تتولد أي طبعا كنا بس ما تولدماش 1974 شغلنا التلفزيون العام بتاع القرية كله بتاقة شمسية بتاقة شمسية شكرا